دخل دخل انت جوا انت انا هفتح انا حاضر حاضر يلا على الباب حاضر ايه ايه ده مجدي ايه اللي جابك الساعة 7 الصبح كده يا مجدي فيه ايه الحقن يا اخوي ابوس ايدك عايز تلتميج نبس اود الولا للدكتور الولا تعبان وصخن قوي ومش هينفع سيبه اكتر من كده بقاله اكتر من يومين بعمله كمادات وقدله خفض حرارة الولا ما بيخفش خالص ابوس ايدك تلتميج نبس اود الولا للدكتور طيب طيب حاضر حاضر ثانية واحدة يا رب يا رب شفهولي يا رب يا رب شفهولي اتفضل اخوي اتفضل تلتميج ناهم شكرا يا اخوي يا شكرا بس يا ابني بس انت بتعمل ايه ربنا يكريمك ربنا يكريمك يا رب زي ما انت ما كرمتني كده ربنا يخليك يا اخوي طميني عليه بس اول ما توضير الدكتور كده اكلمني وطميني عليه الله ولا قوة الا بالله العلي العظيم ربنا يشفهوله ويطمينه علي يا رب ايه اخو كان عايز منك ايه الولد ابن تعبان وشخن خالص وبقاله في الموضوع ده اكتر من 3 اربعة ايام فجال يعني كان عايز تلتمل جي ندتهم لعشان اودي الولد للدكتور اه ماشي ربنا يشفهوله ايه يا حبيب هعمل ايه دلوقتي كويس يا باب بس انا كنت عايز اطلب منك حاجة اقولي يا حبيب عايز ايه انا نفسي يا بابا كده اشتري هدوم جديد انا كل هدوم اللي عندي قديم خالص واخده دايما كده من اصحاب انا عايز اشتري هدوم جديد كده تبقى بتاعتي ومشتبقى بتاعتي حد لبسها قبل انا نفسي هدوم جديد ايه يا باب يا حبيب اول بسم ربنا يصرها علي ان شاء الله بإذن الله هجيب لك انت عارف انا باخرش عليك حاجة بس الدنيا يعني من ملطاشة شوية مع الواحد وكل يجاي على قد اللي رايح ايه نفسي البيس يدوم جديد نفسي البيستشيرت كده وكدش حلو كده من اللي بيلعبوا به كورة دور ايه نفسي او يا باب بس حاب كلهم بيجوا يلعبوا كورة في الملعب ويبقى معهم يدوم جديدة وحاجات بتاعته كورة وهو انا اروحه او دلعب بالفرنة بتاعته بتبقى بخرومة والبنطان بتاعته مقطة وبجرحها في بلبي الشرب بس يا باب احط الشرب بيبقى مقطعه لعلته عد تضحك علي انا ما عنديش حاجة خلص وابقى لعبها معهم كورة وهو لا البسها ولا نزل اتمشى معهم ولا اي حاجة حاضر حاضر يا حبيب اوعدك النهاردة ان شاء الله بإذن الله احاول اجيب لك الطعم بتاع الكورة ده اللي انت نفسك فيه خلاص بجد يا بابا ولا بتضحك علي بجد بجد ان شاء الله بإذن الله اجيب ان هنزل بقى غزة صحابي وقال لهم انت هتجيب لك الطعم جديد يا رب يا رب فرجح علي كده بحد عايز نظف سلم ولا نظف له مكتب ولا شقة اي حاجة يا رب يا رب ارزقني باي حد يا رب هنظف له سجاد بطاطين اي حاجة يا رب انا راضي عشان اجيب له لنفسه فيه ده بس يا رب دنيا ليلة ما فيش حد يطلب مني اي حاجة النهاردة عملها له زي من الولابن الوقت قاعد هناك مستنيني اجيب له اي حاجة وانا راجع من اللي انا وعدتوا بيهم اجيب له الوقت ايه وادخل عليه ازاي وانا ايدي فاضية كده هيبقى منظري وحش قوي لو رجعت دلوقت البيت ماما غير ما اجيب له اي حاجة كده خالص هو اتلاقاعد بقى مستن رجوعي هارجع ازاي بس كده يا رب يا رب حلها من عندك يا قدر يا كريم يا تكبر بخطري يا تاخدني بقى وتريحني من الدنيا دي ماما عدي كده على اخويا اميل عليه جايز جايز ربنا يا حنين قلبه علي يعني ويديني حاجة تعال تعالى ما تدخل وتفضل تعالى ماما عالباب كده بس انا اسف والله العظيم ان انا جيت لك دلوقت بس ماما عالش انا اسف انا عالف ان انا بتقيل عليك انا محتاج خمسمائة جنيه خمسمائة جنيه بس والله طيب ماشي حبيب تحت امرك تعالى تخل بس عالجوة في البيت انت هتفضل واقف على السلم نتكلم على السلم لا لا انا هستنك هنا ربنا تبور بخطرك يا رب ايه من من اللي على الباب ده اخوي يعني كان محتاج يعني خمسمائة جنيه هدهم لك هي شغلانة ولا شغلانة ولا هو بقى كل شوية يجي خبط على الباب وعايز فلوس عايز فلوس ما انتقى بكده سلبته اتنين وثلاثة واربعة وخمسة وكل شوية يجي خبط على بابك قولك عايز فلوس ما كفاية وط صوتك وط صوتك ما يصحش كده الرجل واقف على الباب يعني واقف وانت فاكر ان اخوك ده عنده رحة الدم ده بيتكسافش بدليل ان كل شهر لازم نطلنا كده هو بمادد ايده قدامه عايز 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 ما ينزل ويشتغل هو ايه ما فكر ان انت بنكي يعني مفتوح كل ما يجي يقولك هاتلك تقوله خد وهو تعبه وتديله مما تقوله انا عندي عيال بان معلش يعني احنا داخلينا على مدارس وهو لسه محتاجين حاجات كتيره اوه عشان المدرسة ما انا شدت جايبلكو كل حاجة في البيت او ما اصرتش معاك في اي حاجة ايه المشكلة يعني ان ما امدد الاخويا يعني واسعده باي حاجة يا حبيبي يا حبيبي احنا عندنا عيال زي ما هو برضو عنده عيال وعيالنا محتاجين حاجات ويعني انت مثل لو جرالك حاجة تفتك ان في حد يقف جنبنا هنبقى وقفين كده هول وحيدنا ما فيش حد بيساعدنا ولا حد بيديلنا اي حاجة عشان كده خلي بالك من نفسك ومن فلوسك مش كل شوية تقعدت بعتارها يمين وشمال ايش فلان محتاج فنداتله لا اخويا جاي اللي عايز فنداتله اقول له اخوك ده ينزل ويشتغل ويبطل بقى مادة ايده دي عارف لو انت جيت في مرة كده وقلت له ان انا ما عايش او لما جاي اسألك ما عادش هيجي وهيتلمي كده وهيتكسف من نفسه بدلا ما هو كل شوية يجي لنا في اي وقت كده ولا يعمل حساب لحرم البيت ولا اي حاجة ادامش مرة جالك الساعة سبعة ومرة تانية جالك على معاد غدا لما انت عادتوا يتغدى معنا والوقت جايلك الساعة عشرة بالليل والدنيا ليلة ومفروض نحن الوقت هندخل ننام ايه ما معندوش وقت يعني يجي فيه ويخبط فيه على البيوت البيوت مالهاش حرمة انا مش بقولك كده عشان عصيك يعني ولا خليك يتعند مع اخوك لا بس يعني كل حاجة ولها قصور واحنا برضو لنا عيال وعنزين نأمل لهم مستقبلهم مماش كل يعني ما نحط قرشين على جنب يجي اخوك يأم وخدهم يعني روح امشي يعني اه ما هوش حاجة عيب ولا حاجة وحش اقوله معلش اصلي عيل بدأوا الدروس بقى وكدت ناسي والعيال خدوا الفلوس اللي جوة يعني ودفعتها للدروس وخلاص اقوله اي كلام وخلاص ومرشي عشان معدش ييجي تاني بقى يلا خليه غرفة الستين دهية مش فلح في حاجة زرف الشحاتة اه بقولك ايا مجد معلش دخلت جوه اللي قدت المدام واخد الفلوس اللي جوة يعني ودفعتها فلوس يعني دروس للعيال اكملهم يعني سيبدأوا دروس يعني فكله بقى خدمه قدمات وكده معلش معلش يا اخوي اي فلوس اي فلوس بالله عليك والله العظيم ما هقدر روح البيت خالص والله ما هقدر اروح انا والله العظيم من صباحية ربنا وانا بلف في الشوارع عمان اسأل في المحل ده والمحل ده اي حد نضف له حاجة ام سح له حاجة واطلع البيوت وخبط لو حد عايزنا ام سح له سلم ولا نضف له مكتب ولا اي حاجة محدش استرزقني النهار ده خالص ولا حد شغلني وانا كنت وعد الولى ابني انا هقولك بصراحة انا وعد الولى ابني وعده ان انا هجيب له طاقم النهار ده وانا راجع مهدرش ارجع كده هو وبايدي فضي الولى قاعد مستنيني اكيد ومش رضي انه مع شراء خطر مارجع له بالطاقم النفس فيه معلش يا اخوي اي فلوس اي فلوس والله العظيم اجيب له اي حاجة ان شاء الله تشيرت بس بس مرجعش ايدي فضي البيت خلص بقى مجدي انت سألتيني وانا ردت عليك وقلتلك انا ما معايش خلاص مارجع شراز ما بقى كل كلام انت عملت اعمله ده طب اروح لي مين اروح لي مين واستلف من مين انا مارجع اصحاب ولا لي اي حد انت عارف انا من البيت لشغل ومن شغل البيت وعد الفي في الشوالع كده لغت ملاقي اي حد يشغلني ولا خلني امسح له سلم ولا حاجة اجيب من اين اروح لي مين اميل عليك ماليش غيرك يا اخوي طب خلاص انت ساعد بتطلع زكاة المال بتاعتك اديني الزكاة اديني الزكاة انا حقي بي هبوش ايدك يا اخوي هبوش ايدك هبوش ايدك خلاص خلاص يا مجدي خلاص هدخل اشوف لك اي حاجة استني تعال بقى ادخل وعد جواه في البيت بقى ما تفضلتش واقف على السلم كده لا لا خلاص انا ههض على السلم من اهو استني لغات ما تجيب لي الفلوس والله ما اروح في حيث ربنا هيكرمك يا رب وامر بخاطر ما يصحش كده ادخل بيت اخوكوعة جوا استناني ادخل ما ينفعش عد على السلم كده والله ما هقوم من مكان والله ما هتحرك من مكان انا هستناك استناك انا اقتبر بقى لا 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 الله ايه ماشيته اسكوتي بقى اسكوتي بقى خليت اخويا وطع الايد يبصها ووصلت ببه الموضوع ان هو يقول لي هاتف زكال انت بتطلعها للله في ايه بنتي انت مالك انت هو ايه اللي مالك بماش فلوسي وفلوس عيالي ولازم اخاف عليها وبعدين اخوك ده بيجي كتير بقولك ايه طالما انا مش مأثر معاك وحكتك موجودة عندك في البيت خلاص ملكش حاجة عندي ومعطيش تكلين معاك في الموضوع ده تاني ولا تدخل ما بينه وبين اخوي انا اديله وما اديلهش حاجة ما تخصكيش ببطلش زن بتاعك ده خلتيني جيت عليها يا شيخ وخلتيني يعاية ضرة ويتأثر بالموقف اللي انا عملته معايا ده في ايه انت مالك عامل زل عقربة كده ليه ايه يا اخوي انا قلب عليك لو جرلك حاجة مش هنلاقي حد يقف جنبنا ولا حد يدينا مليم وهقض محتسب العيال لوحدة كده لكم ربنا ربنا هيقف معاكم لكن طول ما نعايش موجود على وش الدنيا ملكش على اي علاقة ما بيني ما بيننا يا اخوي قديلوا ما تدلوش اعمل ما عملش ما كيش اي حاجة حاسبي من وش بق ومش عايز اسمع كلام كتير ما انت هتدخل جوة تدلو الفلوس والفلوس ده احنا اولى بيه واولى نصرفها في البت وعلى العيال قصرا بالله لو اتكلمت في الموضوع ده تاني ولا فتحت بقك والله لا تبقي طالق وتروح بتأهلك ومعاد لك اي علاقة بالبت ده تاني ارص يا اخوي انت حر اه ادخل يا اخوي هتدفلس انت عايز اودها لأخوك او هنزل معا كمان عشان يجيب لي الولى كل اللي هو عاوز يلا يلا حبيب أخوك ننزل ونجيب لي ابنك كل اللي نفسه فيه نختار له بقى كل حاجة بجد يا اخوي انت هتجي معايا وهتشتر له فعلا كل اللي هو نفسه فيه اقول لي حبيبي انا عمه برضه وانا اولى به واجيب لي كل اللي نفسه فيه يا ابني انت بتكلم ازاي الرجل الصح اللي مامشيش ورا كلام مراته اللي ما تعودش تقويه على كل حاجة وهو يقولها طيب وحاضر ويسمع كلامه كان ممكن اقول لي اخويا لأ او معايش فاسمع كلامه كان ممكن في ديئة بس اخويا ما لاهوش موجود قدامي يجرى له حاجة من اهرته وابضل شايد زنبه لعمر كله ربنا ادك من وسع مش عشان تقفلها على اللي حواليك عشان توسعها على اللي حواليك وقرى بالناس ليك هم اخواتك مما تدى اخوك مما انت عارف ان اخوك محتاج ليه مش سنم اخوك يجيلك عشان يقولك انا ما عايش فتقوم بقى تتعطف وتتكرم ويبوش ايدك ورجلك وقولك شكرا وكتر خيرك ما تعملها انت لوحدك ما انت فعلا بتطلع زكاة المال المفروض اخوك اولى بيها الاقربون اولى بالمعروف ويريد تكون الرسالة وصلت لكل اخ ربنا كرمه ورازقهم الوسع ما تنساش اخواتك الفقر ما تنساش اخواتك اللي محتاجين ما تنساش اخواتك وما انساش زي ما تعودنا نصالع نابف كومنت وقولوا ايه رأيكم في الزوجة العقربة اللي زي اللي عندي دي